أهالي دوار أولاد بوغني ببلدية سيد سعادة في ولاية غريزان يعيشون حياة ضنكة وبدائية بسبب انعدام متطلبات العيش الكريم وغياب التنمية بالمنطقة نتيجة إهمال السلطة المحلية لهذا الدوار والذي يبقى في خانة النسيان ما أثر على ظروف معيشة أهاليه مكان لا مق لا طريق لا ركبق لا ما نشروه 50-60-60-60-60 لا ماء ولا طرقات ما جعل الدوار في عزلة تم ما يعتبره الأهالي بالحقرة والتهميش والطرق مكاش والركبة ثلاثة كيلو متبه نشروه النقل والأربعة لا عندها مرز كيش رأله مطلب السكان لا يتعدى تسليح طرقات وتوفير قطرة ماء لتحسين دروف معيشتهم عدم استجابة الجهة المعنية لمطالب سكان دوار الأدبغني وضع الدوار في طي النسيان ولا يتذكرونه إلا في المواعيد الانتخابية فإلى متى ستستمر سياسة الإقصاء واللمبالات